حلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض كيف نتعرف التابعة لCanon Pixma SG3430 من خلال الكمبيوتر أو لابتوب وحلقة النهاردة مكونة من أربع فكرة الفكرة الأولى سنتعلم كيف نتعرف التعريف التابعة باستخدام الكابل USB الفكرة الثانية باستخدام راوتر Wi-Fi الفكرة الثالثة باستخدام خاصية الاتصال المباشر بدون راوتر Wi-Fi ولا كابل USB الفكرة الرابعة سنتعلم كيف نستخدم المسح الضوئي أو السقنر وعشان ما أطولش عليكم يلا بينا نروح للفكرة الأولى وهي خطوات تأثبيت تعريف التابعة باستخدام الكابل USB فيلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر أو اللابتوب ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيلا بينا مبدئين كده جماعة أنا سأل لكم رابط تحت الفيديو في خانية الوصف أو ممكن تليف أو التعليف لمقرد أن أخذت على الرابط ده سيبدأ في تحميل نسخة من الاستوان الأصلية المرفقة مع التابعة وعشان لو سيدي عندك ضع أو لا يوجد مكان أن تليف سيدي روم لا أنا سأل لك نسخة من الاستوان الأصلية كما نرى وبعد تحميلها سيتظهر لك بالشكل ده كليك كليمين عليها عادي جداً كده ثم نختار Extract Here سيطلب منك كلمة مرور كلمة مرور من 9 إلى 1 عد تنازلي أو كما نرى بطريقة ده ثم نختار OK كما نرى فكنا الضغط وظهر الملف اللي جنبنا ده هنفتحه عادي جداً كده ثم نختار أول اختيار Win ثم نختار Driver ثم نختار Drive Setup ثم نختار الاختيار الأخير ده اللي منكتوب عليه Setup 64 بالطريقة ده كده ثم نختار Yes ثم بيجي لك الاختيار اللي قدامك ده لو أنت ضغطت على اختيار Next فأنت هتتبع باقي الخطوات باللغة الإنجليزية فأنا مثلاً عاوز أحددها باللغة المناسبلية أو أحددها باللغة العربية سنختار Set ثم نختار English وتحدد اللغة المناسبلية أنا على سبيل المثال أختار اللغة العربية ثم نختار OK ستلاحظ أن القائمة تحول باللغة المناسبلية تمام؟ سأختار التالي ثم نختار نعم وهنا بيطلب منك تركيب الكاب الـ USB الواصل بين الطابعة والكمبيوتر أو الطابعة واللابتوك ولو ما لقيته من أول مرة بيتامي البحث مرة أخرى بالطريقة هذه سيظهر لك التالي G3030 Series وسأجد طريقة الاتصال USB يعني من الكابل إلى USB ثم نختار التالي ثم تنتظر بعد الوقت وممكن أن الخطوة تطول معك في حالة أن الجهاز إمكانته ضعيفة أو تهنيجة أو مشاكل أما لو إمكانت الجهاز اللابتوب أو الكمبيوتر اللي ستعرف عليه سريعة أو حديثة هذه الخطوة ستبقى سريعة جداً معك هذه الخطوة قامت معي مايو قرب 3 دقيقة وأول ما يظهر لك القائمة قدامك سنختار إنهاء وبذلك سببتنا تعريف الطابعة من خلال الكابل USB بنجاح وصلنا مع بعض الفقرة الثانية وهي خطوة تثبيت تعريف الطابعة من خلال راوتر الواي فاي أول شيء يجب أن تأكد منها أن لامبة الواي فاي منورها بالطريقة ليس مطفية بالطريقة كيف ننورها بالطريقة؟ ستجدها في الحلقة التي فاتت كيف نطبعها من الموبايل ستتتبع الفقرة الثانية اللي موجودة في هذا الفيديو وفي هذا الفيديو سابقه لك على هيئة راوتر تحت في خانية الوصف أو ممكن تلاقي في أول تعليق امشي الخطوات واحدة واحدة لحد ما اللامبة تنور بالطريقة وأول ما تنور بالطريقة دي يبقى الطابعة اتعرفت بالراوتر الواي فاي بنجاح وأي حد شبكة الراوتر يقدر يعرف الطابعة على اللابتوب أو موبايل أو تابلت نذهب لجهاز الكمبيوتر أو اللابتوب ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض سنجد الوقت ونختار نفس الايكونة اللي هي سطب 64 تمام؟ ونختار yes ثم نختار اللغة المناسبة لنا كما تعلمنا مرة فايزة كده تمام؟ هي اللغة العربية نختار okay نختار italy نختار نعم أريد أن يظهر لك الطابعة مرتين دي مكتوب عليها يو اس بي وده مكتوب عليها واي فاي وأخذ رقم واي فاي أو ما تلاقي واي فاي كلا اختراه عشان دي من خلال الراوتر الواي فاي ثم نختار التالي وننتظر لحد ما التعريف يتثبت معنا والخطوة دي استغرقت معي ما يقارب من 4 ل 5 داية تمام؟ وأول ما يظهر لك الخطوة دي هنختار انهاء ثم نختار cancel لو ضغطت على اوكي هنعمل إعادة تشغيل لللابتوب هنختار cancel ثم نختار اوكي وبكده ثبتنا تعريف التعريف من خلال الراوتر الواي فاي بنجاح ودلوقتي وصلنا بعض الفقرة الثالثة وهي خطوة توسيل التعريف باللابتوب باستخدام خاصية الاتصال المباشر بدون راوتر الواي فاي وبدون ما توصلها بالكابل يو سي بي والخطوة دي لازم هنستخدم كلمة مرور اللي انا عمتلها سكرينشوت وحافظتها في الموبايل في الفيديو اللي فات اللي هي الفقرة الاولى طب الخطوات ازاي؟ تعالوا نشوفوا مع بعض اول حاجة وقبل اي شيء هنجينا عند قيمة الواي فاي اللي موجودة عنك في اللابتوب وتوصلها بالشبكة دي اللي هي اولها حروف وارقام ثم G3030 series نختار عادي جدا كده ثم نختار connect اللي هي اتصال يعني وهتبدأ تكتب كلمة مرور اللي انا عملت لها في الفيديو اللي فات تمام؟ وبعد ما كتبت كلمة المرور سنختار نيكست عادي جدا ثم نختار yes او زي ما نرى يقول لك نو انترنت يعني هو كده اتوصلت خلاص سنجينا عند نفس التعليف ونختاره عادي جدا كده ونختار yes ونختار نيكست نختار مثلا افريقيا اي حاجة دي خطوات روتينية نختار yes هتبدأ تظهر لك هنا واحدة واي فاي اي حاجة تمام؟ وهتلاقي رقم الاي بي مش هو رقم الاي بي هو واي فاي ده رقم الاي بي الاتصال المباشر او الدارج نختاره عادي جدا كده ونختار next وننتظر لحد ما الخطوة دي تثبت معنا دي خاصية اسمها خاصية الاتصال المباشر بتقدر ترجع للفكرة الاولى في الفيديو اللي فات تمام؟ اللي هو خاصية الاتصال الموبايل باستخدام خاصية الاتصال المباشر وبتتبع باقي الخطوات لحد ما تطلع كلمة مرور او الباسورد وتعمل سكرينشوت وتحفظها في الموبايل هتلاقي عادي جدا الشبكة دي ظهرة في جميع اللابتوبات وموبايلات تبدأ تختارها وبتدخل كلمة مرور وكأنها راوتر يعني وحتد تطبع مدون ما توصلها بالراوتر ولا بالكابل اليو اس بي واول ما يظهر لك القائمة اللي قدامك دي يبقى تم تثبيت تعريف التابعة من خلال خاصية الاتصال المباشر سنختار exit ثم نختار cancel اوكي الآن هذه الطابعة عرفناها 3 مرات مرة باستخدام الكاب اليو اس بي ومرة باستخدام الراوتر الواي فاي ومرة باستخدام خاصية الاتصال المباشر عايز افرق ما بينهم بحيث دماج اطبع اعرف بطبع من الكاب ولا بطبع من الراوتر ولا بطبع من خاصية الاتصال المباشر الموضوع بسيط جدا قبل ما نعمل اي حاجة لازم نعمل اعادة تشغيل لللابتوب فيالله بنا نعمل اعادة تشغيل وبعدها نكمل باقي الخطوات ودلوقتي عملنا اعادة تشغيل للكمبيوتر او اللابتوب هنروح عند control panel بالطريقة دي كده عادي جدا ونختار devices anti printers هيظهر لك هنا 3 تعريفات زي ما نشاهدين كده اني واحدة متعرفة من الكابل واني واحدة من الواي فاي واني واحدة من الاتصال المباشر هنجن عند اي واحدة كليك كريمنا عليها عادي جدا نختار printer properties هنروح على portes هتلاقي قدامك بالمنظر ده ومعمولة صح هنا على الكلام بالكتير ده يبقى دي من خلال خاصية الاتصال المباشر هنجن عند الجنرال كده ونمسح الكلام الى الاتصال ده كده تمام ونكتب من خلال الاتصال المباشر اهو بالطريقة دي ثم نختار okay شوية كده هتلاقي اسمها تغير اني واحدة من الكابل USB نيجي هنا على دي كليك كليمنا عليها عادي جدا نختار printer properties زي ما تعلمنا نختار portes هتلاقي المكتوب هنا USB يعني دي من خلال كابل USB هنرجع عند الجنرال هنا كده ونمسح الكلام ده بالأزرق ده ونكتب من خلال كابل USB ثم نختار okay وده من خلال الروتر الواي فاي هنجي هنا ونختار printer بروبرتس تمام كده ونمسح الكلام الى الازرق ده ونكتب من خلال الروتر الواي فاي ثم اوكي يبقى كده أثناء الطباع هتقدر تختار انك تطبع من الكابل USB ولا من الروتر الواي فاي ولا من الاتصال المباشر وفي معلومة مهمة جدا لو انت هتطبع من الاتصال المباشر هتجي هنا الاول وتختار رقم الطبعة اللي هو G3030 series او هذا دي كده انت هتطبع من الاتصال المباشر بدون راوتر وبدون كابل حبيت تطبع من الروتر الواي فاي لازم تختار اسم شبكة الروتر الواي فاي الاول تمام بعدها تطبع من الواي فاي حبيت تطبع من الكابل USB يبقى تختار من الكابل USB وتطبع بكل سهولة تبيل ابو حبيت تعرفنا عنها 3 مرات انا سأقول Lewis لانما احدnem مداخل المفضوع الليلة بمداخل الكابل USB في الاتصال او الطبعة او حالي مشكلة الليلة اى تطبع من الواي فاي او اطبع من الاتصال المباشر حالي مشكلة الليلة باتصورد او اغرأ ب Ing SUS و الخطوات صعبة plan تطبع من خلال الكابل USB او الاتصال المباشر ما عرفت اعرف انت باتصال في المحصل فقط horizont annihil duty ا ongoing بدون خلال راوتر はい الموضوع بسيط كده وبكده وصلنا مع بعض الفكرة الرابعة والاخيرة وهي خطوات تعريف الماسح الضوئي او السكانر وازدى نستخدمه يلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض يلا بينا اول حاجة هنعملها هنروح على مفلدر التنزلات او الدون لوت زعمتا عشان ندخل تاني للتعريف اللي احنا نزلناه او او التعريف بتاعنا قوت ونختار وين بعد كده هنختار دريبر بعد كده هنختار اسكان نيوتيلتي اخر اختيار اهو ثم هنختار اسكان نيوتيلتي ايضا ثم ننزل على سطب اهو بطريقة دي هو ده الاسكانر او المسح الضوئي عمتا هنسبته ثم هنختار yes ثم هنختار next yes خطوات بسيطة جدا هو كده هنسبت لواحده ومش محتاجين الصفحة دي في اي حاجة خلاص اهو زي ما انت شايفين برنامج الاسكانر اسبت هنعمل complete طب فين برنامج الاسكانر ده الموضوع بسيط هنأتي هنا عند الويندوز دي اللي هي Camel Start هنأتي هنا كده ونختار Canon Utilities اهي بالطريقة دي هننزل الثالث اختيار IG يعني اختصار لكلمة Ink Jet Canon Utilities اهيه هو ده برنامج الاسكانر بتمسكه بالموض كده اهو بالطريقة دي كده وبتسيبه هنا عشان ممكن تستخدمه كده بعد ما كل شوية تفتح قيمة الويندوز وتفتحه كده هو ده برنامج الاسكانر تمام؟ ضغطة واحدة عليها ايادي جدا كده يفتح معنا سيظهر لك بالشكل اللي قدامك ده هنا مكتوب Scanner لو ضغطت ضغطة واحدة كده سيظهر لك اثنين تعريفين مكتوب عليه Series و Series Network ماذا الفرق يا بحميد؟ Series D ستعمل سكان باستخدام الكابل USB تمام؟ اما لو انت خطرت Series Network ستعمل سكان باستخدام راوتر واي فاي فأول شيء سنفعله سنضع ورقة على زيادة برنتر ووش الورقة يبدل الاسفل وضهر الابيض الورقة سيبقى علينا من فوق يعني علينا سيأتي لك هنا أكثر من اختيار هنا يوجد فوتو ودوكمنت فوتو الذي سيتحفظه كصورة ودوكمنت ستحفظه كملف PDF سأجرب مرة كده ومرة كده أريد أن نحاول ده نخليه USB لكي تكون أسرع معنا شوية ثم سنختار فوتو اهي يعمل مسح ضوء دلوقت حيلاً وهو كده كده هيفتح لنا المكان اللي اتعمل فيه سكان او اللي اتحفظ فيه السكان ولو ما فتحش أنا حواليكم المكان موجود فينا او زي من شايفين دي الورق اللي انا عملت ده سكان ولو تلاحظوا هنا ده اليوم اللي اتعمل فيه سكان 24-4-2024 يتحفظ باللوم اللي اتعمل فيها سكان طب دلوقتي عاوز اعمل سكان واحفظه بصيغة PDF سنختار دوكمنت و هذه الرسالة ستظهر لك في حالة واحدة بس انك تعمل سكان لPDF و هذه الرسالة ستظهر ويقول لك انك لو لديك ورقة تانية وعاوز تحفظها بنفس ملف PDF ستشيل الورقة اللي موجودة على إزازة برنتر عادي جداً وتضع الورقة التانية وتختار مسح ضوئي لكن لو هي ورقة واحدة ستختار خروج وتنتظر لحد ما يفتح لك المكان اللي تحافظ فيه السكان تلقائياً هيا دي الورقة اللي عملت ده سكان او ولو انت عملت اكتر من ورقة في ملف PDF الأوراق بتظهر هنا تحت في الصف ده كده بفي ورقة تانية ورقة تالتة ورقة رابعة وهكذا لكن انا عملت ورقة واحدة بس بنقفل عادي جداً كده طب دلوقتي فين المكان اللي بتحافظ فيه السكانار الموضوع بسيط جداً نخش على زيز بي سي كده او ماي كمبيوتر اللي موجود عنده ونختار دوكمنت ده اتحافظ بنفس تاريخ اليوم 24-4 ده الPDF وده سيرة الجي بي اي جي الموضوع سهلي كده انتظروني للحلقة اللي جاية ان شاء الله وتعتبر اخر حلقة من سلسلة الطابعة G3430 وهي هتبقى عن خطوات نسخ المسنادات او نسخ الاوراق على الطابعة يعني هنتعلم ازاي نصور الاوراق عادي جداً وازاي نصور الاوراق على الوجهين يدوياً وازاي نصور بطاعة الهوية زي اللي موجودة في المكاتب بالضبط على الوجهين يدوياً وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة اتمنى ان نلأعجبكم اتمنى ان الموضوع يكن نلأعجبكم منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون كان معاكم احمد السلام من قناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته